اغلب عمال المنازل هم من النساء التدبير المنزلي ورعاية الاطفال وغيرها من المهام في منازل ارباب عملهم في العديد من الدول العمال المنزلية طبقا لمصطلحات منظمة العمل الدولية في كثير من الاحيان يتم استغلالها السياسيون في انحاء العالم لم يعملوا على تغيير هذا الوضع لكن منذ ان اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمال المنزليين في العام 2011 الامور تغيرت كثيرا ايطاليا هي اول دولة من بين الدول القليلة التي صادقت على الاتفاقية وقامت بتشكيل منظمات للتفاوض الجماعي التقينا بسارة غوميز ممثلة نقابة العاملات المنزليات في روم شعارها هو القوة بالاتحاد استطيع ان اقول لكم انا انتقيت بعمال حين حصلوا على بطاقة عضوية النقابة بكوا لانهم شعروا انهم معترفون بهم كعمال وهذا يمنحهم القوة حقا حاليا النقابة تواصل الكفاح لمد عمال المنازل بتدابير حماية مساوية للعمال في ايطاليا خلافا لهم لا يحق لهم اكثر من 15 يوما اجازة مرضية على الرغم من ان عملهم مرهق في بعض الاحيان كيف حالكي؟ انهم لا يحترمون حقوقنا حتى حين نمرض هل تعملين الان؟ لا لم اعد اعمل عشت فترات عصيبة جدا مع صاحب العمل كان يطلب مني ان اعمل حتى حين اكون مصابة بالحمة هل تحصلين على اعانات البطالة؟ نعم نعم بفضل الله ولانني اتصلت بكم وإلا لم اكن سأتمكن من التعامل مع الوضع حالتي كانت سيئة جدا يجب العمل ايضا على ما يتعلق باستحقاقات العدز منذ وصولها من جواتيمال قبل 17 عامل ايفلين تعمل للدكتور كارلو اليوم انها تعاني من قدمها بدعم من النقابة تكافح لحالتها على التقاعد المبكر قبل انهاء الخدمة لأسباب طبية انا نشيطة جدا احب ذهاب الى العمل ليس لكسب المال فقط بل لانني احب العمل حقا منذ ان اعلمني الاطباء ان مرضي قد يؤدي بي الى اعاقة خطيرة اشعر كما لو ان حياتي توقفت ايطاليا هي واحدة من الدول القليلة التي فيها جمعية من ارباب العمل المنزلي نقابة دومينا تساعد العائلات على انجاز المعاملات كالتوظيف وصياغة العقود والتأكد من القيام بجميع المساهمات الصحيحة هذا يبسط الامور بالنسبة للعائلات التي توظف العاملين ويعني ايضا اتفاق الجانبين على الشروط والاحكام حاليا اكبر عمل بالنسبة لنقابة دومينا هو خلق ثقافة للعمل المنزلي في ايطاليا ايطاليا كانت البلد الاول الذي وقع على اتفاقية منظمة العمل دولية هذا كان ممكن بفضل عملنا مع النقابات العملية وكان ممكن ايضا لان ايطاليا عملت لسنوات في مجال العمل المنزلي من اجل تحويله الى نشاط يليق بالعمل وباسعار معقولة بالنسبة لصاحب العمل وفقا لمنظمة العمل الدولية في جنيف هناك حد ادنى لاجور العمال المنزليين في ستين بلد فقط لكن في بعض الدول هذه الاجور هي اقل من التي يحصل عليها العمال الاخرين في فرنسا وايطاليا والنمسا وبلجيكا وهنا في جنيف تم العمل بنظام خدمة السكوك انها خدمة تضمن للعمال استحقاقات الضمان الاجتماعي منفعة العاملين هي في الحصول على امتيازات اجتماعية مهما كان بلدهم الاصلي في سويسرا الشخص يحصل على منافع اجتماعية اي انه يحصل على تأمين الشيخوخة وتأمين الورثة له حق في المنافع الاجتماعية كالتعويضات العائلية وبدل الامومة والبطالة باستثناء الاشخاص الذين هم في وضع غير قانوني بالطبع كلا لكن الامومة والتأمين ضد الحوادث موجودة في حزمة سكوك الخدمة اليوم في سويسرا ثلث ارباب العمل الذين يوظفون العمال المنزليين يستخدمون هذه الخدمة اعتقد ان عددا من ارباب العمل يرغبون بتطبيق القانون لتوفير المنافع الاجتماعية وهذا هو دور السكوك انها ستضمن بعض الشفافية في علاقة العمل علن التوضيح باسم الحقوق والواجبات وغيرها اننا سنبحث كثيرا فيما يتعلق بهذه السكوك لربما انها العقوبة الوحيدة لا توجد امتيازات لأرباب العمل الذين لا يحترمون الحد الادنى للاجور القانونية في هونغ كونغ توظيف العمال المنزليين واقع اخر في السنوات الاخيرة بعض العاملات تعرضنا لنوع من العبودية الجديدة قصص المعامل السيئة احتلت عنوين الصحف في مركز اسسته الحكومة هناك دورات تدريبية للعاملات المنزليات في هونغ كونغ بعد التخرج بالامكان التقديم على الوظائف من خلال المركز وبأجر لائق في هونغ كونغ هناك الكثير من الناس الذين يوظفون عمالا في منازلهم انهم يريدون ان يكونوا قادرين على رعاية الموليد الجدد والردع والمسنين ايضا وهذا يتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام فعدم الحذر قد يتسبب بالكثير من الحوادث بيونغ لونج كانت تعمل في احد المصارف تأمل ان تكون هذه الدورة بداية لمهنة جديدة بالنسبة لها بعد هذه الدورة في المركز حين احصل على شيء من الخبرة ساجد وظيفة للعمل في رعاية الاطفال لحديثي الولادة في هونغ كونغ هذه المهنة لها مستقبل افضل لذا اتمنى ممارستها على المدى الطويل لكن هذا البرنامج متاح للعمال المحليين فقط المهاجرون يعملون في ظروف شديدة القسوة وحيانا لا خيار لهم باستثناء العيش في منزلي صاحب العمل وهذا قد يؤدي الى انتهاكات كبيرة حين يعودون الى المنزل يريدون ان نفتح لهم الباب واذا ارادوا فنجان شاي او اي شيء اخر فانهم يطرقون بابنا ويطلبون مننا اعداد ما يريدون اننا نعمل 24 ساعة العديد من العاملات المنزليات المهاجرات في هونغ كونغ يجتمعنا هنا خلال يوم الاستراحة الاسبوعية سوء المعاملة هو الموضوع الرئيسي احيانا لا بد لهن من النوم في المطبخ وتناول القليل جدا من الطعام التنظيف هو غسل السيارة والتسوق والطبخ والغسيل والكي انا من يقوم بكل هذا اعمل لمدة 18 ساعة في اليوم اعود لهم الوجبات الغذائية الثلاث انهم لا يتركون المنزل وعليا ان اتحلى بالصبر معهم بينما تتجو العاملات الى مواجهة العزلة معا جهود المنظمات غير الحكومية ومنظمة العمل الدولية تتواصل للاسهام في تطبيق القوانين الحالية في هنگ كونغ